Hello everyone and welcome back to Master English السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا فيكم بداية جديدة من قناة Master English عدخل انجليزية شو الفرق بين there, there و there ثلاثتهم عندهم نفس اللفظ there, there, there لكن المعنى مختلف وبيربك متعلمي اللغة الانجليزية وحتى لقيتني لغتهم هي اللغة الانجليزية ومع هيك بيتلخبطوا بالكتابة بين هالكلمات فمن المهم انه نعرف الفرق بين هذه الكلمات خلينا نشوف أولا نبدأ ب there إذن ما هذه؟ هذه اسمها apostrophe إذن apostrophe هي مثل فاصلة الطائرة هي ما بتكون على الفطر تكون فوق الصبر إذن اسمها apostrophe apostrophe عادة لما يكون في عنا apostrophe يعني في عنا contraction اختصار مثلا هذه الكلمة you're إذن هي اختصار لي you are إذن they're مع apostrophe هي اختصار لي they are they are هم وهذا أكيد تصريف فال يكون بالحاضر مع they they are اختصارها they're وتكتب بهذه الطريقة مثلا they're going to the beach هم ذاهبونا للشاطر they're going to the beach they're happy about the results هم تعيدون بخصوص المتاج they're happy about the results طيب ننتقل الآن إلى there there التي تكتب بهذه الطريقة هي بمعنى هناك إذن هذه بمعنى هناك طريقة لتحفظ لتربة there بمعنى هناك هي أنها تحتوي على here إذن here تاني هنا there تاني هنا إذن هي تحتوي على here و there تاني هنا مثلا they're right there هم هم يقولون هناك they're right there أو I told him to wait for me there أخبرته أن ينتظرني هناك I told him to wait for me there كان أيضا they're آخر وحدة هي بمعنى لهم إذن هذه possessive adjectives their cat is black قطتهم سوداء their cat is black طيب هلأ عندي تمرين لإلك يعني هذه الجملة they're leaving their bags there سيتركون حقائبهم هناك they're leaving their bags there إذن هل ستكون الجملة أو 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 شيف لجوابك بي تعليق تحت الفيديو هل سنكتب A أو B أو C أي جواب هو الجواب الصحيح تكليل بتعليق تحت الفيديو شكرا لإلكم أنكم عم تعلموا اللغة الإنجليزية معي أتمنى يكون فيكم هذا الدرس لا يصلكم دروسي أول بأول إضغطوا على هذه الدائرة اضغطوا على هذه الدائرة اضغطوا على هذه الدائرة فيكم شاهدوا المزيد من الدروس معي بالضغط على هذه الفيديوهات وشكرا كثير لكم وشوفكم إن شاء الله بالدرس المقبل السلام عليكم